كنا بنعمل يعني كشف حساب لكل المواقف كمان انت بتحب الرئيس الاسبك مبارك جدا وكنت دايما بتدعو حتى لاحترامه يعني اه طبعا 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 بحبه حقيقي رجل تلاتين سنة ما شفناش منه غير كل خير سيبك بقى من الحاجات التانية اللي بتحصل ماليش دعوة بيها انا ما عارفش ايد دقانيه وايه المشاكل وايه اللي لكن كنا عايشين في امن وامان يكفي ان احنا ما كنا نرجع الساعة 4 الصبح من التصوير بتروح حاجة بيتك وما فيش حد يقاف لك بمطول حد يقاف لك معرفش ايه والعلمك اول يوم في الثورة انا كنت بصور في استوديو الجبل في العباسية ده اه كنا كل يوم نطلع من الاستوديو مرعوبين وكانوا قسرون لأزاد العربيات ويسأل حسن يوسف حسن يوسف كان بقى يجيب تاكس ويخبي شعره وبيربس طائية عشان محدش يشوفه اه فبهدمنا حقيقي فكان فيه امن وامان يعني ليه اللي وصلنا لكده واللي بقى ما سيكلك سنجة والما سيكلك مطة والما سيكلك مش عارفة ايه لا اه افقاد طبعا حسن مبارك وما زلت بحبه يعني ربنا ديله سرحة فكرت تكلميه او تزوريه في لا بصراحة يعني ما انا مش عارفة يعني ازاي نفسي طبعا اشوفه واسلم عليه وقوله احنا اسفين لك يا ريس بس انا بقول ربنا ردله اعتباره لان هو تظلم وتظلم في حاجات كتير قوي والناس دلوقتي يعني كان من يومين ولا من ثلاثة شايفة فيديو كامل الناس بتتأسف بتقوله احنا اسفين يا ريس يعني احنا غلطنا احنا مش عارفة ايه يوم من ايامك يوم محيطات اللي بتتعامل دي وال اه